اليوم جاءتوا في هذا الموضوع جديد كما كنت أعطيتكم سأقوم بعمل موضوع على الرواتب في إفريق خلال إدارة هذه الحلقة لقد قلت بأن لا يجب أن نتطلق الموضوع هو أول حاجة للصالة المالية وماذا تكلف دافع أموال رائف لما نقوم بعمل نفقة القصر وماذا نقوم بعمل نفقة للأسرة المالية المالكية في المغرب نقوم بعمل الصالة المالية وماذا تكلف دافع أموال رائف وماذا نقوم بعمل نحن كمغرب إلى هذا الحالة يعني يتحقق هذه الحلقة وماذا نبدأ المالك فجة في 1797 كان القبرصه بمالك الفقارة ويكسب حوالي حاليا ما يزيد 8 مرة ما يزيد على المواطن المغربي العادي ويتقال الراتب السنوي 4.3 مليون درهم ما يعادل 416 ألف دولار أمريكية وتتكلف يعني الصالة المالك تكلف يعني دافع أموال درائب ما يزيد على 180 مليون دولار أمريكي وهنا يريد أن نقوم بعمل المسألة مهمة وقع عدد السنة المالية وهي أرباح الهولنديك المالكي وهي أرباح صعفية 4.6 مليون درهم وهذا تقرير نحط لكم هنا ودفع الخزينة الدولة 7 مليون دولار ودفع المبلغة 4.6 مليون درهم ومقارنة بسيطة لكننا نحن كشعب يعني فقية يعني دولة فقيرة بدون إمكانية كما تسمون كما هم تقولون تنخلص المالك يعني 180 مليون دولار في العام ما يمكننا نقوم بعمل 180 مليون دولار أنا أدر في أحد البحث ومعنا هناك المالك فجأة نعترسه وخدع ذلك اللي تتخذي اللغوات أو اسمته king of the poor مالك الفقارع يعني هذا هو اللي تتخذي المالك اللقاب دياله هو هذا ماذا أخوي أنت ملياردان يملكون عقيلة ملياردان في العالم مثلا نأخذون دونالد ترمب دونالد ترمب ملياردان كبير وصورة في مالك ترمحها 400 ألف دولار يعني يعني مشكلة وغير مالك سعيدة بسيارة دونالد ترمب بسين ألف دولار تتخلص دونالد ترمب 400 ألف دولار اذان يخذوها 400 ألف دولار دونالد ترمب تعطيها حتوات السرطن تدفعك على ذلك الخدمات الاجتماعية هو تديرك وش حال تيش دونالد ترمف في الشهر ولا في العام ش حال قبل أنه يشش فقط دولار واحد هذا هو الذي تشده يعني دونالد ترمف في العام قبل بذلك المبلغة رمزي دولار واحد خدمتان يعني لشعبيه الأمريكي العزيز بينما محمد السادس تحكم دولة فقيرة دولة صغيرة مش كبيرة بحلولية متاح مش عظمى بحلولية متاح متاح ما تقدماش بحلولية متاح يعني صغيرة وطرمان دونالد والمسألة اللي انطرق لها هي أنه تقول ملك فقرة عنده شركات ولا مليار دين لأنه جمع ما بين السلطة وطرمان يجمع ما بين الاقتصاد والسياس مغاون بجول يعني ما بغاش إذا عجبتهم كم بغاون بجول لأن بعض السياسيين بالنسبة لهم يعني دخول يعني يعني السياسات هي واحد المئنة مربحة مربحة بواحد صورة بتتولي إنسان تري بواحد المدة وجي زبزة لذلك إحنا ما كره نشهد الملك فقرة أنه يتنازل على هذا الصالير دياله وإيش يعني بذلك الأموال يتير بحامل خلال الشركات دياله بتعدى يعني مدخل إصلاح فالمغر شنو يمكن لنا إحنا كالشعب نديرو بهذا 180 مليون دولار أوكي درت أنا واحد البحث قلت دعم ما شحال إلا تبني مثلا سبيطار شحال غاديكلفنا هات سبيطار هذا إلا تبني سبيطار شحال يكلف يعني التكلفة ديال بناء مستشفى قد بأن مستشفى بخمسمائة بخمسمائة ساري مجهز يعني بجميع المعدات كل غرفة فيه مجهزة بجميع المعدات يعني الحديثة وتحتوي إلى خمسمائة ساري كلهم يعني مجهزة يعني خمسمائة ساري مجهزة طاقم دياله كل شيء حوالي غاديكلفنا 800 مليون دولار وإنه 800 مليون دولار أنا دريل القسمة سنتها على خمسات أعطيني 180 مليون دولار 180 مليون دولار تبني لنا مستشفى مجهزة بجميع المعدات تصوره معنا إذا حدثت الديت 500 ساري قسمتها على خمسة ساري ستعطيني 100 مليون دولار ومياء 180 مليون دولار سيبني بها يعني مستشفى مجهز بميات سارية مستشفى أنا نريكم تصورة لدي المستشفى هنا لكي ترونوا أي نوع ديال المستشفى مستشفى كبير ليس مستشفى صغر تصوروا معي كل سنة في 21 عام كان بإمكاننا كل سنة نبنيه قريبا 20 سبيطة نائدة والناس التي تتموت مثلا الطلس أو الجنوب يعني هذا الناس التي تعيش في القرى يعني نائية كن بنين لهم سبيطة في المستشفى ونضروا مبلغ رمزي للناس التي عندهم يدفعوا وليس لديهم وليس لديهم حسب القدرة يدفعوا حسب القدرة نضروا مبلغ رمزي 50 درام ونقولوا هذا سبيطة تلقى 5000 مريض في العام نضربوها في 12 مبلغ لا بأسابي لكن المبلغ قدوا نطوروا في المستشفى فندفعوا في بحث علمي وليس لديهم كان أطباء بلا حدد كان أطباء يريدون يصافروا ويخدمون إنسانية ما يريدون أن يتخلص يريدون أن يتخلصوا مثلا أتمينا بزيان قدوا هذه الأطباء ومالين نجيبوهم للمستشفى يخدموا فيها وبحالة القطاع الصيحة يريدون أن يطور بشكل سريع جدا أنا لا أريد أن أصبح مالك ما يمكن أن أفعله لا تطرق الموضوع لدينا الفوسفات لدينا حضور أنا أقول الفوسفات الشركة لا يأتي في البورصة لماذا؟ لأنهم يخبئوا الأرباح والأرباح تصوير خيالية في مصر في 2019 تخلت أرباح في 6 مليار دولار كما تتشوفوا يعني هنا تنشوفوا أن مالك دولة فقيرة في المغرب تتخلص كثير من الرئيس الأمريكي وفعلا ما قدموا المغرب يعني ما بناهوا يعني هنا هنا تنظروا الناس يقولوا بغينا نقول بحال سوريا ما بغينا نقول بحال سوريا بنا نتنتقل إنسان تجمع ما بين ما هو السياسي و هو اقتصادي تقول و هو اقتصادية في هذه البلاد و ارد شعبه يعني و ارد شعبه من الزابرين هنا فشان هدروع لأن ضروري فصل تروع عن السلطة اللي بغيته خيال مالك السياسي و سير دخلت انتخابات و دي الحزب السياسي و بذا ما يمكنش ما يمكنش نبقى مالكية مطلقة تجمع ما بين السلطة و التروع و بغينا البلاد تقدم براها ما غديش تقدم و غدي تبقى يعني اللور رواندا اللي عاشت الحرب الاهلية في 1994 و تم قتل أزياد من مليون البشر و جوجة المليون البشر تدمرات اقتصادية و اجتماعية يعني تحت تولة رواندا رواندا راه دعت واحد المصالحة يعني سياسية شحال هذه من بعد هذه الحرب اللي استمرت مئة يوم تقريبا و اللي مشافعة ضحاية بالملايين دبرة و اللي تتلقوا عليها اسم السنغافور السنغافورة الإفرق نيو سنغافور يسمي رواندا يعني رواندا تتلقوا عليها اسم السنغافور الجديدة دولة اللي عاشت يعني هذه الحرب وتدمرات و دبجت مورانا و فاتنا بزع و فاتنا بزع اقتصاد رغير القطاع الصحي ديالهم را يفوت المغرب بألاف سنوات ضوئية فشان هضروع لها التعبو هاذا دي اللي كينا في المغرب حال مثلا صالير المالي شحال تكلفنا المالي كالنقاش هادا اللي خصو يكون اصلا نقاش عمومي ما عدناش في المغرب ما ميمكنش نش بدأ النقاش هادا و وش عيش مرتاح فيها دولة اللي بقولكو ما لمست المقدسات او تشهير او لشي لعبه باش يستكتو باش لان هذا والنقاش اللي خصو يكون عندنا دبا في المغرب لان الماليكيه جزء من المشكلة وربما هي سبعين في المئة ديال المشكلة المغاربة في الكلب المهم تتمنى الموضوع عناه عجبكم وتحياتي ونشوفكم في موضوع اخر